حثى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت الحكومة اليابانية على الاستمرار في تشجيع الشركات اليابانية لتوسيع عملها في المنطقة العربية لسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها داعيا في الوقت ذاته الشركات العربية إلى استغلال الفرص التي تتيحها السوق الياباني جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيت في المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني المنعقد في العاصمة توكيو وقد دع أبو الغيت إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة من جهة وبين الشركات من جهة أخرى وأكد أبو الغيت أن التعاون العربي الياباني في المجال الاقتصادي أثبت صلابته في مواجهة تحديات المتراكمة التي خلفتها الأزمات والتوترات بالرغم من كثرتها وتشابكها مستشهدا في هذا الإطار بارتفاع التبادل بين الجانبين إلى ما يقرب من 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024